السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المرة الماضية توقفنا عند الانيشيال فاليو ثيروم والتي قلنا انها تعطينا قيمة الفنكشن f of t at starting وهذه هي المعادلة التي تمثل الثيروم قلنا f of t is equal 40 square إذن بلا بلاس transform f of s حيث ساوي 4 في 2 factorial over s 2 plus 1 التي هي 4 في 2 ثمانية على s تكعيف مجرس We want to find the initial value means the function when s t is equal 0 means the initial value لما الغنة إذن ستكون limit S to all إلى infinity 8 على S تربيع التي هي في الحقيقة 8 على infinity تربيع أي عدد ثابت على infinity على عدد كبير يعني جدا الأنسر سيكون 0 نأخذ مثال آخر لو كانت الـ F في S تساوي S plus 2 over S plus 7 مضروبة في S ويبغى الـ initial value of F of T إذن سيكون limit S تقول إلى infinity S مضروبة في S plus 2 over S في S plus 7 ساوي limit S approaches infinity S هذي هتروح مع الـ S هذي هتبقى S plus 2 over S plus 7 الشكل هذا لا نستطيع أن نعوض في infinity لأنها لا تعطينا قيمة محددة ولكن بإمكاننا أن rearrange the equation بعد سياغتها يعني نقسم البسط والمقام بواحد على S فتعطينا ماذا S على S واحد زائد 2 على S على S على S واحد زائد 7 على S كما قلنا سابقا أي عدد على infinity سيكون ماذا 0 إذن سيبقى واحد على واحد الآن سننتقل إلى درس آخر مهم وهو الـ inverse laplace transform هي عملية عكسية للـ laplace transform كما قلنا سابقا لو كان عندنا unit step function for T for U T فالـ laplace transform هذه عبارة عن 4 على S طيب لو كان عندنا F تساوي 4 T أربعة عقوا تساوي 4 على S تربية ونريد F هي عملية عكسية لـ laplace transform بدل ما تكون من الـ time domain إلى الـ S domain أو الـ frequency domain ستكون من الـ frequency domain إلى الـ time domain 4 هي constant الـ 1 على S فتكون هكذا laplace transform of 1 over S تربيع التي هي ماذا ramp function فتكون 4 T الـ F T 4 T للـ laplace الـ inverse plus F S هنأخذ مجموعة examples لتوضيح الفكرة لو كان عندنا مثلا A F of S تساوي 5 على S minus و plus 3 over S plus 2 2 F T للـ function هذي هتصير البلاس inverse للـ F S اللي هي 5 زائد 3 E minus 2 T بمعلومية أن E minus A T في frequency domain هي عبرة عن 1 over S plus A وهذا ما عملنا هنا الثلاثة هي عبارة عن constant لا يوأ لو أخذنا B مثلا J F S تساوي 45 على S تربيع زائد 9 هذه عبارة عن sinusoidal function هل هي sine أو cosine الذي يدل على أنها sine أو cosine البسط إذا كان البسط يحتوي على S هي عبارة عن cosine إذا كان البسط يحتوي على عدد بدون S فهي عبارة عن sine cosine قلنا ماذا S over S تربيع plus omega تربيع و sine T هي omega على S تربيع زائد omega تربيع طيب هل التسعة هذه عبارة عن omega تربيع هل هذه 45 هي omega هي جذرة omega تربيع جذرة omega تربيع جذرة 9 ثلاثة ثلاثة لازم يكون في البسط في ثلاثة اذا نجعلها في 3 ريالين جت زي ما قلنا تنظيمها بشكل افضل حي يكون 15 مضروب في ثلاثة على S تربيع زائد 9 طيب لو كانت عندنا كمان واحدة اعقد قليلا قلنا D يساوي 3S plus 6 over S plus 2 فالكل تربيع زائد 25 هذه عبارة عن exponential function لأن عندنا هذا term وعندنا sinusoidal function لأن هذه عندنا او اوميغا تربيع فحتكون ناخد ثلاثة عامل مشترك فتكون S plus 2 على S plus 2 لكل تربيع زائد 25 كما قلنا كوس L E minus A T cos أوميغا T عبارة عن S plus A على S plus A لكل تربيع زائد أوميغا تربيع التي يتمثل هذه الـ function فحتكون ثلاثة العدد الصحيح E minus 2 T cos ω جدر 25 5 T موسيقى شكرا